الله أكبر الله أكبر لا إله بعد أن اختفت تقوس استقبال العيد من شوارع غزة التي اكتست بمظاهر الدمار أبأ أهلها إلا أن تصدح حنجرهم بالتكبير فوق أنقاض منازلهم بهجة حاول البعض أن يرسمها على وجوه أطفال غزة بعد أن سرقتها الحرب التي دخلت شهرها التاسع وبدلت أجواء عيدهم لعلهم يخففون من وطأة الوجع والألم فساروا فيهم بين الحطام مرددين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أغيبت الحرب المفروضة على غزة أسواق العيد لا سيما الخاصة ببيع الأضاحي التي شح توفرها بعد أن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مزارع المواشي في مناطق مختلفة من القطاع فيما ارتفعت أسعار المتبقي منها مع انعدام القدرة الشرائية لدى غالبية السكان الذين فقد معظمهم وظائفهم التي كانوا يعملون بها قبل الحرب أوضاع سكان غزة اليوم ومآسيهم ما بددت آمالهم في الاحتفال بالعيد وأتبدلت أولوياتهم من التجهز بالزينة والأضواء والأراجيح كما هو الحال خلال الأعوام الماضية إلى محاولة تأمين ما يمكن أن يحميهم من الموت جوعاً وعطشاً حيث التهمت الحرب مظاهر شراء الحلوى والهدايا للأطفال الذين بات آلف منهم أيتاماً مشردين ورغم هذا وجدوا بترديد تكبيرات العيد متنفساً لأجسادهم المحطم